بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الله تعالى وبركاته دائما في إطار تتبع المسجدات دي الملف دي المقتل دي السيناب دي الأطور لابد الآن ممكننا أن نتكلم بهذا المصطلح نتكلمه على مقتل سيناب دي الأطور ونتكلمهش على أمور أخرى بعيدة عن هذه العملية لماذا؟ لأن عندما طرف الأصلي في الدعوة والنيابة العامة لأن النيابة العامة هي التي تمثل الطرف الأصلي في الدعوة بحالة ملف التحقيق على سيد قاتل التحقيق من أجل البحث في جاريمة قتلين ضد مجهول وأنا أريد أن أصحح أحد مسألة لأنني أريد أن تكلمه على سبق الإصرار والترصد يجب أن يكون المتهم معلوب وتكون الجريمة ومعالمها واضح إحنا كنا أمام واحد الملف للمعالم دياله غير واضحة والأدلة غير كافية باش أنه يتوجد الاتهام لطرفين أو غيره فكان من ضروري ملك سيد الوكل العام بل يغموض في الملف بل يأتار لأن هناك جريمة قتل كيف هالي جريمة قتلين ضد مجهول ماذا لا سبق الإصرار لا ترصد لولو أن ملك نخرجوها من المجهول لسبق إصرار والترصد كندخل المعلوم سواء على طريقة القيام بالجريمة سواء على المكونات ذي للناس اللي قاموا بها سواء الأدوات والأليات اللي قاموا بها إذن لا يمكن تكيفها مع سبق الإصرار والترصد وستكون جريمة قتلين ضد مجهول وهكذا كانت في يعني توجيه دي السيد الوكل العام إذن بل يغم نقول الإصرار ونقول الترصد فإحنا عدنا ناس معلومين وعدنا ظروف الجريمة وعدنا كيف سمت الجريمة وعدنا مجموعة الأمر إذن حدود دياله هو ضد مجهول أحالها على سيد قد يتحقيق بشأنه يشاغل على الملف ويجمع الأدلة الكافية وأنه المجهول يقول لي معلوم أو معروف لدى الجهة القضائية بس أنه تمنه تبعادي إذن هذا هي الأرضية المهم أنه عندما تم حفظ الملف لعدم كفاية الأدلة فكفاية الأدلة لتوجيه الاتهام لطرف معين يعني توجيه الاتهام للارتكاب الجريمة لطرف من الأطراف التي تم التحقيق معها حتى الآن كانت جدال أدلة كافية ودامغة تؤكد بأن فلان أو فلانة ارتكبوا الجريمة ولكن الجريمة ركينة ولكن كل ارتكبه لما كان يجدال القاطع بأنه ارتكبت تلك الجريمة ولا يمكن للقضاء أو سيد قاطع التحقيق أن يوجيه الاتهام دون كفاية الأدلة لأن المسألة واضحة لأن الشك دائما يفسر لصالح المتهم وليس لصالح الضحية في إطار الحق في البراء أو الحق في محاكمة عادلة حتى هنا الأمورها واضحة ولكن أنه عندما نقول لعدم كفاية الأدلة أن هناك أدلة على وقوع على ارتكاب جريمة عندنا شهادة دين الشهود التي تحكي وتروي وقائع معينة ولكن بس كتخلطها وتخيطها مع الأدلة لا تأتيك شي حاجة لم يمكن أن نكسب نعليها المتابعة وتم الحفظ دي الملف وممكن أن قادي التحقيق والنيابة العامة تلقاء من نفسهم ومع ذلك ستجد أدلة أخرى يتحل الملف من جديد أو المطالب الحق المدني عندهم دليل يعودوا يحلوا الملف من جديد لأن الملف لم يغلق لأنه يقدر عدم كفاية الأدلة الملف لم يغلق ولم يتم حفظه نهائيا وممكن أنه يتحل في أي وقت من الأوقات لأن هناك أدلة جديدة تمعنا بأن المحامي دي المطالب الحق المدني تقدم بالسناف غير وغير وغير وضح المسألة بالسبب الأستاذين بخيار حفظات لم تقاتش كتنوب في الملف منذ أم تم إصدار قرارين من طرف هيئة المحامين تابعة لها من ذلك التاريخ لم تقاتش كتنوب في الملف من التاريخ لك تبلغت بالقرار لم تقاتش كتنوب في ذلك الملف إذن باش مدون نسبو مجموعة من الأمور الأستاذين بخيار لا يمكنوا تبلها أي أمر من الأمور لأنها هي في طيلة مرحلة التي كانت تتبع الملف كانت تدير ملتماسات وإجراءات وكتمشي كل أسبوع وكتمشي طلعت قات التحقق تناقش معه تدليب معطاية جديدة وكتمشي كان الملف في واحد دينامية لكل أسبوع كي يكون الجديد كل أسبوع كي يكون الجديد لأن تدخل وكتناقش مع السيد قات التحقق ومن ذلك التاريخ ما بقاتش كتنوب في الملف حتى لا نحملها وزرة ما لا يمكن أن نحملها له فإجراءاتها ذات المساطر أو الملتمث التي تقدمت بها استجابة للسيد قات التحقيق قام بها قام بالأمور اللازمة الناس كيقولوا الملتمثات على ضوء التحقيق الملتمثات على ضوء التحقيق لأنه يكون لدينا متهمين باينين لدينا الجريمة واضحة وصراحات المتهمين ومعينة ودابة القضائية وحالة التلبوث هنا ممكن أن نتكلم عن الملتمثات على ضوء التحقيق ولكن الملتمثات على ضوء التحقيق في واحد الميل فلي وواضح الضمجول الملتمثات كتحاولت تكديم بمستجداد وبنبيس الممكن أن يكون لدينا قدوا الصيد قاتي التحقيق النتيجة في التحقيق ف اللي نكونو كنسمعوه نحاولو نسمعوه من طرف الناس اللي كيتكلموه بالعقل البارح سمعنا واحد مسئلة عند القناة ذي سيمر دادي دادي تيفي اللي قال فيها بأنه قادي التحقيق رفض أنه يسلم نسخة ديال الميلف المحامي بشأنه يطالع أنه يقوم بالإجراءات دياله هنا هذا إلا كانت هذه مسألة حقيقية هذا خرق دادي تحقيق لأنه كيفاش ممكن الدفاع ديال المطالب الحق المدني أنه يدير مذكرة استنافية لغرفة المشهورة وكيفاش أنه ممكن يقوي موقع دياله كمستأنف القرار ديال السيد قادي التحقيق بدون أن يتوفره على نسخة بالميلف احنا كان قامنوا بسرية تحقيقات الأبحاث هذه أمور نصف القانون وبأن المحامي هو جزء من أسرة القضاء فهو كذلك ملزم تلك السرية فممكن أن يتوفر على الميلف وغير ما أنه مستربش المحاضر وما يعطيهاش للناس ممكن أنه يستربوا تلك المحاضر في إطار السرية لأنه تا هو إلى سربتلك المحاضر القانون الجنائي واضح في فاصل 442 اللي كينص على وجوب حفاظ على السرية وكيخضع عليه تا هو إذن كان ممكن أنه تعطاه الميلف ونسخة من الميلف لأنه في صدد إعداد استئنافه دفاعاً على المطالبون الحق المدني وكان من ضرورة من قادة التحقيق أن نعطاه هاداك الميلف وهذا الشي اللي كنقوله ربما الشيح ذاك نقوله عبثاً أو لأننا نكاية في قضائنا أو في مؤسستنا لا احتراماً للقانون لأنه كين واحد قرار سابق للمحكمة الدستورية فش قدوا مجموعة من المرلمانيين بواحد الملتمث لمحكمة الدستورية من أجلي رفض واحد تعديل اللي كان غيكون علاقاً للمسطرة الجنائية لمنع المحامي من الحصول على نسخة من الميلف جاء فيه بطريقة جاذمة وقرار دي المحكمة الدستورية اللي لا يطعنوا فيها بناء على الفصل 130 من قانون المسطرة الجنائية كان واحد القارار اللي صدر من المحكمة الدستورية عدد 921 سنة 2013 اللي صرحات فيه المحكمة الدستورية أن التعديل الذي يديفه إلى حرمان المحامي من تصويري المحذر تعديلاً مخالفاً للدستوري ولمضامينيه وبالتالي عدم جواز إدخال ذاك الفصل الرامي إلى تعديل قانون المسطرة الجنائية وحرمان المحامي من الحصول على نسخة من المحامي وهذا يعني قرار دي المحكمة الدستورية ولا يطعنوا فيه بداء على الفصل 134 من قانون المسطرة الجنائية نحن هنا الأمور واضحة إذن لماذا حرمان المحامي من نسخة من الملف باش أنه يصيغ المذكرة بتاع الاستئناف دياله بطريقة يعني قانونية تتضمن الوقائع والمعطيات اللي كينا في مجرية التحقيق وفي محاضر ديال الاستماع وربما كان ممكن أنه يساعد ليس أنه يوجد التهم أطراف ما اللي غادي يتلمس فيهم التناقض في الأقوال وفي كلام ديالهم والشهادات ديالهم أثناء سريان مجرية التحقيق غير اللي مهم بأن هذا الأمور كلها لا تؤثره في الملف ربما النيابة العامة في تخصيد الوكل العام تاومة بدورهما غير قوة بالاستئناف لأنه المعروف ومتعارف عليه فيما كانت قرار ديال عدم متابعة أو قرار ديال الحفظ من أجل أمور معينة حسب ما ينص على ذلك القانون النيابة العامة تقوموا باستئناف القرار لأنه لا يتجاوبوا مع طموحها لأنه هي التي كيفت أو لا أمت تهما إلى القتل ضد مجهول وربما النيابة العامة بمتمثلة ديالها تقوم باستئناف بدورها استئناف ديال هذا القرار وختمت سنوه يعني القرار ديال الغرفة الجنحية أو غرفة المشورة باش أنه اللي نعرفوا القرار ديالها في المسألة المتعلقة بإيقاف التحقيق وحفظ الملف لعدم كفاية الأدلة إحنا اليوم راه أمام جريمة ماشي أمام حديثة تثير غير الأدلة غير كافية باش مجهول تهم الأشخاص معينين في المستقبل القارب يعني ممكن ضرموثة جدات وأدلة جديدة أو من اللي يتم يعني الإطلاع على الملف وعلى الخبرات التقنية التي تم إجراؤها بطريقة علمية ودقيقة جداً أن يكتشف الدفاع ديال المطالب حق المدني خيوط جديدة اللي ممكن أنه على ضوءها يطالب في التحقيق ويوجه فيها آنذاك الاتهام الأشخاص معلومين أو أشخاص بعينهم اللي تم الاستماع لهم أو ربما لم يتم الاستماع لهم لأن الخبرات التقنية فيها مجموعة من الناس اللي ربما لم يستمع لهم سيدقال التحقيق وربما تقدر توجه لهم الاتهام الملف ديال سينار ديال الأطاور لم يغلق بشكل نهائي ولم يحفظ بشكل نهائي ما زال مفتوح على مثراعيه للمستجدد اللي يمكنه أن تظهر فيه غنب قوكا واكبوه سواء مع العائلة أو خارج العائلة كملف حقوقي موضوع بين يدينا من أجل وصوله لحقيقة مقتل في نور ديال الأطاور حسب اليوم تكييف ديال سيد الوكل العام وحسب طريقة التي تم حفظه بها من طرف سيدقال التحقيق لأنه اتخذ قرار حفظه لعدم كفاية الأدلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر